2019 عام حافل بأحداث سياسية شهدتها الساحة السورية لكنها لم تغير شيئا في ملف باتت تتحكم به القوى الدولية وسط غياب تام للسوريين فعلى سبيل المثال استخدمت الصين وروسيا في التاسع عشر من شهر أيلول فيتو مزدوج ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بهدنة في إدلب قبل أن تستخدم مجددا منتصف كانون الأول حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار يهدف لتمديد تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا وفي خضم التطورات الميدانية التي شهدتها محافظة إدلب التي سالت دماء أبنائها كثيرا وما تزال وفشل روسيا بإعادة تأهيل ميليشيات أسد داخليا مع استمرار حالات الفلتان الأمنية فيما باتت تعرف بمناطق التسويات تخرج الأمم المتحدة في الثالث والعشرين من شهر أيلول لتعلن أن ما تسمى اللجنة الدستورية السورية تم تشكيلها وستبدأ اجتماعاتها في جنيف ضمن عملية تهدف لإعادة تأهيل بشار الأسد رغما عن إرادة الشعب السوري بعد أن انخرطت للمعارضة المزورة في بوتقة تلك اللجنة المزعومة وفي زحمة هذه الأحداث التي عدها الكثير من السوريين سوداوية ولم تجلب لهم سوى الشقاء والتشريد والقتل يظهر نور من آخر النفق المظلم بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحادي والعشرين من شهر كانون الأول قانون قيصر لمعاقبة نظام أسد وداعمية بعدما مرره مجلسا نواب وشيوخ وأما عن نتائج ذلك القانون فالعام القادم كثير بكشف كل شيء ترجمة نانسي قنقر